بسم الله الرحمن الرحيم ووصلنا بكم اليوم إن شاء الله إلى تكاملات القيمة المطلقة القيمة المطلقة أعزائي لو أجي أقول لك مطلق X وردت أقول لك أريد تكامل من سالب 1 إلى 2 مطلق X DX تذكر بالجزء الماضي من سولفنا على تكاملات الدوال الشطرية بعض التعليقات اللي وصلتني ده تعاتبني تقول لي أنت من ده تحولنا إلى برنامج الموزابوك ده يصير شرحك سريع متعمد بإجراء هذه العملية ليش لأن أصل المادة وأفكار المادة الأساسية أعزائي ده أعرضها على الصبور الاعتياج كل الأسئلة اللي ده أحولها على شاشة الموزابوك هي أسئلة مكررة وأفكار مكررة يعني بالأحرى ما أريد منك تباوع الحل مالته بقدر ما أريد منك توقف الصورة بمجرد أن تباوع السؤال توقف الصورة وتحاول تحل السؤال بنفسك وبعدين شوف الحل على شاشة الموزابوك إذا كان شرحي على شاشة الموزابوك بشكل بطيء جدا مثل ما ده أسولف لك على الصبور الاعتياجية ربما رح تشعر بالملل لأن أنت السؤال حليته وده تريد فتحه سريع على موت تنتقل إلى السؤال الوراء فأرجو ملاحظة هذا الشيء إذن تكاملات قيمة مطلقة هسة رح أجي أوضح لك الفكرة بشكل مفصل وبطيء جدا ورح ما أوضح لك هذه الفكرة وبعدها رح أرجع وياك إلى شاشة الموزابوك أريدك تتعلم هيجي قبل ما أرجع إلى شاشة الموزابوك أنت إذا شفت نفسك فاهم الفكرة زيان اتواصل وياي مباشرة على شاشة الموزابوك إذا شفت نفسك ما فاهم الفكرة وقف المقطع وعيدة مرة ثانية يعني المقطع العصبورة عيدة مرة ثانية وبعديا أول ما أعرض السؤال على شاشة الموزابوك هنا سوي إيقاف للمقطع حاول تحل السؤال وبعديا تابع وياي الحل اللي رأها أرضى على شاشة الموزابوك وربما يكون حل سريع نسبيا إذا كان الحل تشوفه صحيح فانتقل إلى السؤال الوراء إذا كان الحل بخطأ فيتيجي الدقيق الخطأ وين هل هذا الخطأ هو خطأ مطبعي له خطأ علمي أحيانا ده أصيل خطأ مطبعي يعني إذا أربعة في أربعة كتبته ثمانية أخوة من قلبة الدنيا قول يابا أنا متوهم أربعة في أربعة تساوي ستعاش إذا كان الخطأ علمي وده تشوف نفسك فقط في حل هذا السؤال أريدك ترجع مرة ثانية للسبورة الاعتيادية وإتباع حل طريقة حل السؤال التفصيلية وبعديا نتكمل هذا المقطع راح تقول لي أخاف الوقت يصير هواية ترى هنا المحاضرة نص ساعة يعني جوز بالخصوص يتاخدها بساعتين يعني شلون ما تاخد وقت كافي إلك نص ساعة المحاضرة نص ساعة حتى لو تطول بها ساعة فأكيد أنت مستفيد وموفر نفسك وقت ما راحه والجاية أنت قاعد ببيتكم والمدرس ده يجي لبيتكم وأشرفه بخدمتكم إذن خلنا نشوف شلون أكامل القيمة المطلقة الملاحظة تقول لإيجاد تكاملات القيمة المطلقة يجب أولا تحويل دالة القيمة المطلقة إلى دالة شطرية شلون هنا أيام زمان احتيناها في موضوع مبرها نترول والقيمة المتوسطة شلون أحول القيمة المطلقة إلى دالة شطرية أو فرعية إذن هنا راح أجي أقول مطلق X تساوي تذكر هنا من أقول لك مثلا مطلق التلاثة شي ساوي ومطلق السالب تلاثة شي ساوي مطلق التلاثة كلكم تقولولي مطلق التلاثة تساوي ثلاثة وكلكم تقولولي مطلق السالب تساوي ثلاثة هذا الحل مالتكم هذا يسموه الحل بالفطرة ولكن الحل العلمي نفسه ولكن باختلاف التعبير يعني تعريف القيمة المطلقة يقول لي شوف لي داخل المطلق داخل المطلق شوفه إذا كان موجب ينزل على وضعه وإذا كان سالب يضرب في سالب حتى يصير موجب هسه هذا التلاثة موجب له سالب يقول لي موجب إذا ينزل لتلاثة هذا سالب تلاثة موجب أو سالب لا سالب إذا يضرب في سالب إذا حسب تعريف القيمة المطلقة هو شنو معنى معنى سالب سالب تلاثة لي هو تلاثة البارحة كان أحد الأسئلة خلي شوي أبتعد عن الموضوع ولكن لي غاية في نفسي أريد أوصل إلى فكرة معينة ضمن هذا الموضوع أحد الطلب الأعزاء دزلي رسالة يقول المدرس جابنا سؤال يقول لي حول إلى الصيغة القطبية العدد زت يساوي أربعة على واحد ناقص جذر ثلاثة واحد ناقص جذر ثلاثة تعرفوا سؤال إيش قد سهل هو ولكن هواية طلاب ما يعرفون يحلوه ليش؟ لأن أنت متعلم بأن أكو آي هنا ترى رجعت لك للعداد المركبة ها متعلم أكو آي هنا إذا أكو آي هنا رح تقول لي نضرب البسط والمقام بمرافق المقام وتنتهي المشكلة عفوا يعني لو أكو آي هنا فاش رح أسويه السهل رح أقول واحد زائد جذر ثلاثة آي على واحد زائد جذر ثلاثة آي المقام مش قد المقام واحد زائد ثلاثة أربعة وهي الأربعة رح يروح رح يبقى عندي واحد زائد جذر ثلاثة آي أحاول إلى واحد جذر ثلاثة صيغة دي كارتية وبعضي أنا حاول إلى صيغة قطبية وكل مشكلة ماكو الحل مطول ست خطوات ولكن كل الطلاب يحلوه ولكن السؤال على وضع الأصلي اللي حتيته قبل شوية أربعة على واحد ناقص جذر ثلاثة لا هذا مو كل الطلاب يحلوه ليش؟ لأن هذا ما بي آي إذن بالأصل هذا عدد حقيقي بالأصل هذا عدد حقيقي زيان خلي شوية أرجعك للذاكرة إذا أنتوا يمكن ذاك اليوم امتحنتوا نص سنة ومحافظاتنا الجنوبية العزيزة من تاريخ هذا اليوم اليوم إحنا خلصنا في بغداد امتحانات نص سنة إن شاء الله بعد كم يوم يبدون المحافظات الجنوبية بخير وسلامة يمتحنوا نص السنة وكلكم قارين الفصل الأول وتذكر الفصل الأول إذا كان العدد ثلاثة مثلا لو أنا حول إلى صيغة قطبية إذن راح تقول لي ثلاثة كوسين صفر زائد آي ساين صفر وإذا كان العدد سالب ثلاثة شو تقول لي هذا؟ سالب ثلاثة هذا ثلاثة في سالب واحد يعني معناها راح يصير ثلاثة كوسين باي زائد آي ساين باي تذكر هذا الحجين وما تذكر إذا كان العدد المركب مكون من جزء واحد فقط حقيقي الصرف أو تخيل الصرف فيحول إلى صيغته القطبية بخطوة واحدة فقط وإذا كان ثلاثة آي تذكر شي ساوي وإذا كان سالب ثلاثة آي لكن أنا أريد أكد على هذا الشغل arthritis إذن هذه الثلاثة لازم يكون عدد حقيقي موجب لازم يكون عدد حقيقي موجب زي أن نسى هذا هل هو عدد حقيقي موجب؟ لا لا إذن هذا مو عدد حقيقي موجب ليش؟ لأن جذر ثلاثة أشقد قيمتها جذر ثلاثة قيمتها واحد بوينت سبعة واحد بوينت سبعة زي أن واحد ناقص جذر ثلاثة الإشارة المن؟ الاشارة للكبير اللي هو سالب فموجب على سالب رح يصير سالب يعني هنا هذا لازم اش اسوي لازم اسوي سالب شنوه رح يصير اربعة على جذر ثلاثة ناقص واحد يعني كأنه هنا سحبت شنوه كأنه سحبت سالب عامل مشترك هذا صار موجب هذا صار سالب زيان هسه هذا جذر ثلاثة ناقص واحد موجب له سالب جذر ثلاثة ناقص واحد موجب يعني واحد وسبعة ناقص واحد موجب موجب على موجب موجب اذا هذا كله هو ار اذا هذا حتى احوله الى صيغة القطبية يعني هذا ش رح يصير عندي رح يصير زت يساوي اربعة على جذر ثلاثة ناقص واحد هذا كله ار في شنوه في كوسين باي زائد اي ساين باي انت تعرف اسا هذا السؤال اذا اجي بالوزارة رح يسوي كارثة لكن الطالب الفاهم الافكار اللي محافظ الاسئلة اللي فاهم الافكار كل مشكلة ما عنده اذا معناها القيمة المطلقة خلي ارجع الى موضوعي القيمة المطلقة تقول لك شوف لداخل المطلق داخل المطلق اذا كان موجب يبقى على حاله واذا كان سالب فيضرف في سالب واحد هذا شوكت اذا كان داخل المطلق هو عدد معروف موجب او سالب زين اذا كان داخل المطلق متغير اذا رح اقض احتماليا اذا ش رح اقول هنا اقول مطلق اكس ربما داخل المطلق ربما يكون موجب او صفر وربما يكون سالب فإذا كان داخل المطلق موجبا فيبقى على حاله وإذا كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب حتى يصير موجب إذن حولت القيمة المطلقة إلى دالة شطرية وكان حدها الفاصل شي ساوي حدها الفاصل يساوي صفر ورم حولت إلى دالة شطرية سولفنا على الدالة الشطرية من خلال الجزء السابق إن الدالة الشطرية يجب التحقق من الاستمرارية لها وإن كانت مستمرة فإن الحد الفاصل إذا كان يقع بين حدي التكامل فإن تجزئة التكامل تكون إجبارية إذن خلي نبحث الاستمرارية على هذه الدالة إذن أبقوا يا عزيزي إذن الحد الفاصل أولادي في هذا السؤال هو الصفر من أريد أبحث الاستمرارية على الدالة الشطرية تكون الاستمرارية بصورة تالية بالتأكيد إذا كان الأكس أكبر من صفر وإذا كان الأكس أصغر من صفر إذن هسه هذه مباشرة الدالة مستمرة إذن الصفر موجود بين السالب واحد والثنين من الأكس تساوي صفر إحنا شو اتفقنا؟ اتفقنا بأن لازم نسوي رباعية شنو هاي رباعية؟ مرة أجي أحسب صورة الصفر ومرة أجي أحسب غاية الدالة عندما أكس تقترب من الحد الفاصل باتجاه اليمين اللي هي أيل وان ومرة أجي أحسب غاية الدالة عندما أكس تقترب من الحد الفاصل باتجاه اليسار اللي هو أيل تو فإذا كانت الأيل وان تساوي أيل تو تكون الغاية موجودة وإذا كانت الغاية تساوي الصورة للدالة هنا تكون الدالة مستمرة فإذا كانت الدالة مستمرة نكمل وتجزئة التكامل تكون إجبارية أما إذا كانت الدالة غير مستمرة فأقول بما إن الدالة غير مستمرة إذا لا يمكن إجراء التكامل لها زين هس هنا صورة الصفر وين عوض صورة الصفر رح أعوض مقابيل المساوات المساوات وين موجودة هذه هنا موجودة إذا صورة الصفر تساوي صفر إذا الدالة معرفة وقيمة صفر زين غاية اليمين من هو اليمين اليمين اللي قابل الأكبر إذا الدالة اسمها أكس من عوض الصفر هو صفر هذا هو الأيل وان وغاية اليسار اللي تقابل الأصغر يعني معناها سالب أكس أيضا رح تكون صفر يعني معناها الالتو إذا نشرح أقول هنا بما إن الالوان تساوي الالتو وتساوي صفر يعني معناها شنوه إذا معناها الغاية موجودة زين الغاية قيمتها صفر والدالة قيمتها صفر إذا نشرح أقول هنا رح أقول بما إن صورة الصفر تساوي لمت أفوف أكس أو لمت مطلق الأكس بكيفك عندما أكس تقترب من صفر وتساوي صفر هنا إذن معناها الدالة شنو الدالة مستمرة هس لأن طلعت الدالة مستمرة إذن معناها تجزئة التكامل تكون إجبارية أريد أطيق هدية الهدية تكون إذا كانت الدالة شطرية اعتيادية يعني مو دالة قيمة مطلقة حولتها شطرية إذا كانت هي الدالة شطرية فإثبات الاستمرارية واجب إذا كان أصل الدالة شطرية فإن إثبات الاستمرارية واجب ولكن إذا كانت دالة قيمة مطلقة وحولتها إلى دالة شطرية فإنها مستمرة دائما فلا حاجة إلى إثبات الاستمرارية ويكفي أن نقول أن الدالة مستمرة حسنا هذا الحجب الوزاري أنت تريد تثبتها الاستمرارية بشكل مفصل بعد أحسن بها ونعمة سنتقل للدالة مستمرة مقبولة وزاريا ماكو مشكلة ولكن إثبات الاستمرارية أفضل إثبات الاستمرارية أفضل حسنا هنا ثبت الاستمرارية ولكن الملاحظة وين الملاحظة شوكت إذا كانت مطلق لوحده يعني مو عندي بسط ومقام يعني مو أكو احتمالية اختصار ذاك ببحث آخر إذا كان قيمة مطلقة لوحدها فهي بالتأكيد مستمرة وخصوصا إذا كان داخل المطلق من الدرجة الأولى زيب حسنا إثبات الاستمرارية ثبتتها هنا تكون تجزئة التكامل إجبارية شو رح أقول هنا؟ رح أقول من قلة الدالة مستمرة إذن هذا معناها رح يساوي تكامل من سالب واحد إلى صفر زائد تكامل من صفر إلى اثنين إذن ليش اختاريت الصفر؟ اختاريت الصفر لأن الصفر هو واحد فاصل لو كان الحد الفاصل واحد كان قلت من سالب واحد إلى واحد وبعدين من واحد إلى اثنين لو كان الحد الفاصل مثلا واحد ونص كان قلت من سالب واحد إلى واحد ونص زائد من واحد ونص إلى اثنين لو كان الحد الفاصل اثنين هذه رح نأخذها بعد شوية بالتمارين إذا كان الحد الفاصل هو طرف شلو نتعامل وياه رح نأخذها بعد شوية هس كل الحد اللي داعتي إذا كان الحد الفاصل يقع بين حد تكامل رح أقول الأعداد المحصورة بين السالب واحد والصفر هي كلها أصغر من الصفر وين الأصغر؟ هذا الأصغر إذن مكان التكامل الأول إذن رح أخلي منه وسالب أكس إذن هذا رح يكون عندي سالب أكس دي أكس الأعداد المحصورة بين الصفر والثنيان هي كلها شنوة؟ كلها أكبر من الصفر وين رمز الأكبر؟ هذا رمز الأكبر إذن معناها رح أخلي هنا أكس دي أكس هس صار عندي تكامل ومن ثم تعويض وسولفنا سابقا قلنا حذاري من داء التكامل شنوة داء التكامل أعزائي؟ داء التكامل هو التعويض قبل إجراء التكامل إذن يجب إجراء التكامل ومن ثم التعويض إذن إش رح أسوي هسه؟ إذن هنا رح أقول ويساوي تكامل السالب أكس رح يصير عندي سالب نصف أكس تربيع ميلي وين هنا من سالب واحد إلى صفر وتكامل الأكس هذا رح يصير عندي نصف أكس تربيع ميلي وين هنا من صفر إلى ثنيا بعد ما أجريت عملية التكامل اللي ش رح أسوي هسه؟ رح أعوض حد أعلى وحد أدنى زين أول ما أبدي برأيكم شنوة؟ رح أبدي بالحد الأعلى لو أبل بالحد الأدنى أكيد بالبداية رح أبدي بالحد الأعلى وبعديا شنوة؟ وبعديا بالحد الأدنى وبين التعويضين علامة طرح إذن ش رح يصير عندي هسه؟ إذن رح يصير عندي قوسين ببناتهم طرح زائد هذا أيضا قوسين ببناتهم طرح من أجي أعوض الحد الأعلى أعزائي رح يصير عندي صفر من أعوض الحد الأدنى ش رح يصير هنا؟ رح يصير سالب واحد تربيع منه وهو واحد إذن في سالب نصف هذا رح يبقى عندي سالب نصف هنا من نعوض الحد الأعلى شو رح يصير عندي 2 تربيع هو 4 4 في نص رح يصير عندي 2 من أجياء عوض الصفر هذا رح يصير صفر إذن الجواب شو رح يصير عندي رح يصير سالب سالب نص اللي هو موجب نص زائد 2 أوحد مقامات بشكل اعتيادي إذن 2 زائد نص الجواب يساوي 5 على 2 إذن انتهى تكامل المطلق X رح تقول لي إذا كان الجواب طلع سالب شلون أتعامل ويا أريد أنبهك على ملاحظة مهمة جدا عزيزي إذا كانت جواب سالبا فإن حلك خاطئ إذن في دوال القيمة المطلقة لازم يطلع الجواب موجب تكاملات القيمة المطلقة لازم يطلع الجواب موجب إذا طلع الجواب سالب يعني معناها حل خطأ إذن بعض الطلاب يتوهم يعني شي سوي هنا بالتكامل الأول يكتب لي X وبالتكامل الثاني يكتب لي سالب X يكامل صحيح يحوض صحيح وبعد يطلع لجواب سالب إذن خليه في الجهاز انذار عدنه بأن لازم في تكاملات القيمة المطلقة لازم يطلع الجواب موجب وإن تتذكر من أخذنا خواص التكامل المحدد قلنا إذا كانت الدالة موجبة أصل الدالة موجبة على أي فترة فإن تكاملها يجب أن يكون موجبة وإذا كان أصل الدالة سالبا على أي فترة فإن تكاملها يجب أن يكون سالب إذن انتهى هذا التكامل رح تقول لي أكو تكامل آخر على مود أعزز قدرتي على تكاملات القيمة المطلقة غالي والطلب رخيص ابقوا ياه حتى نشوف التكامل الثاني حياكم الله تكامل ثاني أعزائي إذا كانت الأفوف أكس تساوي 2 أكس ناقص أربعة جد تكامل من سالب ثلاثة إلى أربعة أفوف أكس دي أكس شتعلمنا قبل شوية قلنا لإيجاد تكاملات القيمة المطلقة يجب تحويل دالة القيمة المطلقة إلى دالة شطرية أولا ومن ثم استخراج الحد الفاصل لمعرفة ما إذا كان الحد الفاصل يقع داخل الفترة المعطات فإذا كان يقع داخل الفترة المعطات تكون تجزئة التكامل الإجبارية وإذا كان طرفا فيها أو خارج الفترة المعطات عدم تجزئة التكامل الإجبارية ورح أخذها تكامل واحد ورح نشوفها بعد شوية من خلال شاشة الموزابك رح تقول لي ما سؤالة فتعة الاستمرارية إذا نحتي هنا قبل شوية تكاملات القيمة المطلقة دوال القيمة المطلقة إذا كانت لوحدها بدون شوائب داير مدايرها إذا كانت لوحدها فهي مستمرة دائما إذن الحل الوزاري المعتمد لهذا السؤال أول ما باوع على السؤال إذن إش رح أقولي هنا رح أقول عليها مستمرة علي من مستمرة على الفترة المغلقة سالب ثلاثة أربعة لأنه هو شدي يقول لي سالب ثلاثة أربعة من قلة مستمرة إذن خلي أحولها إلى دالة شطرية شكرا لون تتحول إلى دالة شطرية إذن رح أجي أقول مطلق 2x ناقص أربعة تساوي السؤالة فينا هسا رح أجي أخذ داخل المطلق رح أجي أكتب فارزة هنا دعشوف هنا فارزة وهنا فارزة اللي سؤال فينا يقول إن كان داخل المطلق موجبا فيبقى على حاله وإن كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب واحد يعني داخل المطلق هذا رح أكتبه مرتين يعني ش رح أقولي هنا رح أقول 8x ناقص أربعة 8x ناقص أربعة داخل المطلق رح أكتبه مرتين مرة ش رح أقول عليه مرة رح أقول عليه أكبر أو يساوي صفر مرة أصغر من صفر مزين السالوفة السؤالة في نهاشة تقول تقول إن كان داخل المطلق أؤكد إن كان داخل المطلق موجبا فيبقى على حاله وإن كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب واحد مزين داخل المطلق هذا داخل المطلق إن كان موجبا فيبقى على حاله رح أكتبه بلون آخر حتى تميزه إذن رح يبقى 2x ناقص 4 وإن كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب 1 سالب 2x زائد 4 شنو الحد الفاصل هنا الحد الفاصل مداما صفر الحد الفاصل أولادي اللي هو رح يكون بعد علامة الأكبر والأصغر مباشرة على أن يترك بالطرف الآخر x لوحدها يعني المعامل ما لتى واحد يعني شا سويس هنا هذا السالب 4 رح حوله إلى الطرف الآخر رح يصير 4 وبعدين نقسم على 2 إذن شا رح يصير هنا رح أقول يؤدي إلى شنو x أكبر أو يساوي 2 وهنا رح أقول يؤدي إلى x أصغر من 2 إذن الحد الفاصل شنو هنا أولادي الحد الفاصل هو 2 هل الثنين يقع داخل حدود التكامل تقول لي نعم يقع داخل حدود التكامل إذن هنا تجزأت التكامل تكون إجبارية شوف الموضوع إشقا سهل ترى بسهوية طلاب يعني من ده أجيب لهم تكاملات قيمة مطلقة يعني ده يصير عنده خلل لو بالتحويل إلى دالة شطرية لو باختيار التكاملات المناسبة والتعويض المناسب إذن هنا حتى لو كان الموضوع تعتقد سهل إذن استمر وياي تابع الشرح حتى من أرجعك بعد شوية إلى شاشة الموزابوك تقدر تحل السؤال وحدك إذن الحد الفاصل هو 2 إذن إذن إش رح أقول هنا إذن رح أقول تكامل من سالب 3 إلى 4 مطلق 2x ناقص 4dx تساوي تكامل زائد شوف دائما بيناتهم زائد تكامل هذه السالب 3 رح تنزل هذه الأربعة رح تنزل شوف السالب 3 أدنى صارت هنا بأسفل التكامل الأول الأربعة أعلى صارت بأعلى التكامل الثاني زيان إش رح أكتب هنا شو تقول شو رح أكتب هنا أكتب صفر شو تقول أكتب واحد لا عافية هتقول لي أكتب 2 ليش 2 ما اختارت الصفر مقبل شوية أكتبنا صفر إذن دائما يكون الحد الفاصل إذن الحد الفاصل 2 إذن هنا رح أكتب 2 وهنا رح أكتب 2 زيان أريد أسألك رح أكتب هنا 2x ناقص 4 وهنا أكتب سالب 2x زائد 4 رح تقول لي لا رح أجي أقول الأعداد المحصورة بين السالب 3 والثنين هي كلها شنو هي كلها أصغر من 2 زيان وين علامة الأصغر هذه علامة الأصغر إذن بالتكامل الأول رح أنزل هذه عفوا هذه الدالة وبالتكامل الثاني الأعداد المحصورة بين الثنين والأربعة هي أكبر من 2 رح أنزل هذه الدالة إذن إش رح يصير عندي هنا إذن هنا رح يصير سالب 2x زائد 4 dx وهناش رح يصير عندي رح يصير 2x ناقص 4 dx قبل ما أجري التكامل أولادي الأعوام السابقة كانت أحاول أشياء قوية طلاب بالامتحان ويجبت لهم نفس هذا السؤال ولكن بالداخل كتبت لهم كتبت لهم أربعة ناقص 2x أحيانا الشقة بالامتحان شويه زيد المحبة بين الأستاذ والطالب ولكن أحيانا تكون الأمور عكسية لا سمح الله إذن مطلق الأربعة ناقص 2x كتبولي هنا أربعة ناقص 2x أربعة ناقص 2x نفسها أربعة ناقص 2x أصغر من صفر ضربوه في سالب واحد ولكن شنو الجنل بالسؤال شنو الخلال اللي صار عدو الطلاب بالسؤال من قالوا أربعة ناقص 2x أكبر أو يساوي صفر وبعدين من حولوا الأربعة إلى الطرف الآخر سووا سالب أربعة وبعدين من قسموا على سالب اثنين هنا بقت اثنين سووا بقوها أكبر إذن هذا الخطأ اللي بالسؤال إحنا متعلمين سابقا من أيام الرابع في المتباينات من أقسم على عدد سالب الأكبر يصير أصغر والأصغر يصير أكبر إذن لازم إش أسوي هنا هذا رح يصير أصغر أو يساوي اثنيا لذلك رح يصير تبادل في المواقع إذن رح أبقي هذا السؤال واجب عليك لنفس السؤال إذا كانت أربعة ناقص 2x أخاف بالامتحان الوزاري رادوا يشاقون وياك بنفس هذا الشكل زيان خلي نكمل شا سوي هس هنا شنقول العوض مو نعوض حد على وحددنا عفيا إذن نقول هنا يجب تجنب الوقوع بداية تكامل أكامل وبعدين عوض حد على وحددنا إذن إيش رح يصير هنا إذن هذا رح يصير عندي سالب أكس تربيع زائد شنوة زائد أربعة أكس الميلي وين هنا من سالب ثلاثة إلى ثنيان زائد شنوة هذا رح يصير عندي أكس تربيع ناقص أربعة أكس من اثنيان إلى أربعة إذن وصلنا إلى شنو هس وصلنا إلى مرحلة التعويض الشارع أعوض هس رح أجي قوسيا بيناتهم طرح زائد وهنا قوسيا بيناتهم طرح شوف الأخطاء اللي دي يصير عنده الطلاب دي يصير عنده خلط بين الطرح والجمع من أريد أجزئ التكامل دائما بيناتهم جمع ولكن عند التعويض عند التعويض فقط قوسيا بيناتهم طرح مرة أعوض الحد الأعلى وبعدين أعوض الحد الأدنى إذن إش رح يصير عندي رح يصير سالب أربعة زائد ثمانية عوضت الحد الأعلى سالب ثلاثة تربيع هو شنوة هو تسعة في سالب رح يصير عندي سالب تسعة ناقص 12 زين بعد من عوض هذا إش رح يصير عندي رح يصير سطعش ناقص 16 وهنا رح يعوض أربعة ناقص ثمانية إذن شرح يصير عندي هسه رح يصير سالب أربعة زائد ثمانية هو أربعة سالب تسعة وسالب اطنعة سالب واحد وعشرين وهي السالب رح يصير عندي زائد واحد وعشرين ستعش ناقص ستعة صفر أربعة ناقص ثمانية سالب أربعة في سالب رح يصير عندي موجب أربعة إذن الجواب لهذا السؤال رح يصير عندي تسعة وعشرين إذن هذا ناتج التكامل المحدد المن لمطلق 2x-4 للفترة سالة بثلاثة أربعة رح أرجع وإياكم بعد شوي إلى شاشة الموزابوك لعرض مجموعة من الأفكار رح أعرضها بشكل سريع من خلال الصبورة الاعتيادية وبعدين رح نرجع نشوف الأسئلة مالتها من خلال شاشة الموزابوك وأريد منك مثل ما اتفقنا تحاول تحل السؤال بنفسك قبل ما تشوف الحل من خلال الشاشة إذن مجموعة الأفكار الفكرة رقم واحد اللي رح أشوفها بعد شوي من خلال شنوه من خلال شاشة الموزابوك الفكرة تقول إذا عندي أفوف أكس تربيع إذا عندي أفوف أكس تربيع تحت الجذر التربيعي اتفقنا من أيام التكامل غير المحدد التربيع من يلغي الجذر يترك بره موجب سالب ولكن في التكامل المحدد التربيع من يلغي الجذر يتحول إلى مطلق يعني هذا شرح يصير عندي هذا رح يصير عندي مطلق الأفوف أكس هذا عند التكامل المحدد بشرط أن يكون داخل المطلق داخل القوس هذا متغير وليس ثابت متغير يعني رح يجيني سؤال مثلا يقول لك أريد تكامل من صفر إلى ثمين جذر على سبيل المثال أكس تربيع ناقص عشرة أكس زائد خمسة وعشرين دي أكس زيان هذا مو مربع كامل مربع كامل حدودية ثلاثية حديها الأول والثالث موجبيا وحدها الأوسط اثنيا في جذر الأول في جذر الثالث رح يصير عندي مربع كامل إذن إش رح يصير عندي رح يصير تكامل من صفر إلى اثنيا شنوه أكس ناقص خمسة تربيع دي أكس إذن من أريد أسويها مربحة دانية رح ترجع هذه نفسها التربيع من يلغي الجذر إش رح يصير عندي رح يصير مطلق الأكس ناقص خمسة دي أكس إذن هذه الفكرة الأولى ورح تلقى سؤالي شبهة زيان أكو فكرة ثانية رح أعرضها بخدمتك من خلال شاشة الموزابوك الفكرة الثانية إذا يقول لي أريد تكامل مثلا جذر أكس أس أربعة زائد أكس تربيع دي أكس وهنا مثلا عندي أكس تربيع هس هنا ش رح يسوي هذا الأكس أس أربعة رح تستخرج أكس تربيع عامل مشترك يعني من خلي نقول من ثلاثة إلى ثمانية على سبيل المثال رح أجي أستخرج أكس تربيع عامل مشترك هنا ش رح يبقى عندي رح يبقى أكس تربيع زائد واحد هنا أكس تربيع دي أكس هذا الجذر رح أوزعه مرة على الأول ومرة على الثاني جذر أكس تربيع رح يتحول إلى مطلق أكس ولأن جميع الحدود موجبة رح نوضحها فمطلق أكس يساوي أكس ما أريد أطيل عليك عزيزي تعال وياي إلى شاشة الموزابك للاطلاع على هذه الأسئلة حياكم الله أولادي إذن الأسئلة الإضافية لهذا الموضوع لتكون أفوف أكس تساوي اثنين أكس ناقص أربعة شفت حلينا سؤال قبل شوية مثله ولكن هالمرة داريد منك تكامل من ثلاثة إلى أربعة يعني قبل شوية من حلينا سؤال من سالب ثلاثة إلى أربعة كان الحد الفاصل يقع بين حدي التكامل ولكن هنا الحد الفاصل لا يقع بين حدي التكامل يعني من أجي أقول الأعداد المحصورة بين الثلاثة والأربعة هل هي كلها أكبر من اثنين لو كلها أصغر من اثنين لو نص ونص راح تقول لي كلها أكبر من اثنين إذن هي شنوع من الأسئلة عزيزي بأن أكتفي بذكر أحد الأجزاء فقط إذن كلها أكبر من اثنين إذن شو راح تعامل ويا السؤال هذا إذن راح تشوف الحل التفصيلي لهذا السؤال أمامك نلاحظ أن جميع الأعداد المحصورة بين الثلاثة والأربعة جميعها أكبر من اثنين لذلك سوف نكتفي بالتعامل مع أحد شقي هذه الدالة المزدوجة لذلك الدالة هي فقط اثنين أكس ناقص أربعة وهي مستمرة على الفترة الثلاثة أربعة إذن شرح أكتب مكان الأفوف أكس راح أكتب فقط اثنين أكس ناقص أربعة ومن ثم التكامل وبعد ينعوض حد على واحد أدنى إن شاء الله تكون الصورة واضحة الملاحظة اللي سؤلفناها قبل شويش قلنا بأن هذا راح حول إلى مربع كامل يعني معناها أكس ناقص واحد لكل تربيع والتربيع من يلغي الجذر التربيعي في موضوع التكامل المحدد فأنه يتحول إلى مطلق إذن تلاحظ الجواب أمامك الآن إذن هذا سوينا أكس ناقص واحد لكل تربيع هذا لو كان تكامل غير محدد راح يترك بره موجب سالب ولكن لأنه تكامل محدد إذن راح يترك مطلق إذن المطلق حولته إلى دالة شطرية مستمرة على الفترة صفر اثنين دا أشوف الحد الفاصل واحد صاير بين الصفر والثنين إذن قسمته إلى قسمين صفر واحد مرة وواحد اثنين مرة أخرى مرة اختارت سالب أكس زائد واحد وسولفناها قبل شوية ليش ومرة اختارت الأكس ناقص واحد ومن ثم التكامل والتعويض ودأشوف الجواب أمامك الآن سؤال الـ 2018 وسؤال الـ 2009 دا تلاحظ تكامل من ثلاثة إلى ثمانية سحبت أكس تربيع عامل مشترك من المقام هذا الجذر توزع مرة على الأكس تربيع ومرة على الأكس زائد واحد زيان جذر أكس تربيع منه وهو مطلق أكس جذر أكس تربيع مطلق أكس من أخذت مطلق أكس هو أكس عندما يكون أكس أكبر أو يساوي صفر وسالب أكس عندما يكون أكس أصغر من صفر يعني الحد الفاصل هو منه وهو صفر زيان الأعداد المحصورة بين الثلاثة والثمانية هي كلها أكبر من الصفر إذن مكان المطلق أكس اكتبت أكس فقط اختصرت هذا الأكس وهي هذا الأكس الجذر حولت إلى أسصة حتى ليفوق دال لو مشتقتها إذن كامل التكامل اعتيادي وعوضت حد على وحددنا ويطلع الجواب يساوي اثنيا إن شاء الله تكون الصورة واضحة إذن سؤال أول من تمارين أربعة ثلاثة جد تكامل من صفر إلى ثنيا أكس ناقص واحد نفس الفكرة سؤلفناها قبل شوية إذن أنا هنا بالحل بثابت الاستمرارية وقدك الاستمرارية أنت مخير بها تريد تثبتها أو متثبتها يفضل إثباتها ولكن إذا ما عجبك تثبتها رأسا تقول للدالة مستمرة على الفترة صفر اثنيا إذن وراء ما حولتها دالة شطرية الحد الفاصل هو واحد موجود بين الصفر والثنيا قسمتها إلى قسميا والشرح التفصيلي تقدر ترجع له بالشرح على الصبورة الاعتيادية أريد منك تحل هذا السؤال وبعدين أتدقق الجواب سؤال كلش مهم سؤال الثالث الفرع بيه إذن هذا من حولتها دالة شطرية ليش دا أقول لك كلش مهم الحد الفاصل منه هو سالب واحد زيان الأعداد المحصورة بين السالب واحد والواحدية كلها أكبر من سالب واحد أكيد هي الدالة مستمرة شرح أختار هنا رح أختار هذا الجزء فقط اللي هو أكزائد واحد يعني ما رح أقسمها إلى قسميا أكامل وعوض حد علا وحددنا سؤالي إلك أخاف بالامتحان يجيك نفس السؤال يقول لك تكامل من سالب ثلاثة إلى سالب واحد تقول لي الأعداد المحصورة بين السالب ثلاثة والسالب واحدية كلها أصغر من سالب واحد يعني شرح تختار رح تختار السالب أكس ناقص واحد وبعدها نتكامل وتعوض حد علا وحد أدنى هذا كل ما لديه بالنسبة إلى المحاضرة السابعة إذن انتظرونا إن شاء الله في المحاضرة الثامنة من ضمن سلسلة محاضرات المستوى الأول إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحبه